اللهم لك الحمد حق حمدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا كريم يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا قيوم السماوات والأرضين يا ناصر الضعفاء والمظلومين يا سند الفقراء والمساكين والمحرومين يا من لا يرد عن بابه أحدا ولو كان من المذنبين ها نحن بين يديك ثقتنا فيك وحبتنا فيك نقف بين يديك ونعلم أننا أخطأنا في حقك وأنك أمرتنا فانتهينا ونهيتنا فارتكبنا ولكننا لم نجد بابا غير بابك ولا سندا غير سندك لمن تكلنا لأهل العز والمجد أو لأهل المال والسطوة أو إلى أولئك الذين نسوا أنفسهم فنساهم الله أنفسهم اللهم أنني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أنك جعلت هذه الليلة ليلة عز ومجد لأمة محمد ووعدتنا أجرا فيها خيرا من ألف شهر ونزلت فيها الملائكة والروح وجعلتها سلاما إلى آخرها اللهم أنني أقف بين يديك في هذه الليلة ونألتمس سبيلا لرضاك ورحمتك أعلم أن الخلق جميعا يقفون الليلة بين يديك يرفعون أكفهم إليك يبكون ويستجدون فيهم من هو أفضل مني عملا وأحسن مني مقاما وأرفع كرما وأنا لا أجد بين يدي طريقا إليك لأني لست من المقربين ولكن يبقى حبل بيني وبينك هو الذي يصلني بك أني أحبك وأحب نبيك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك يا من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير حول حالنا إلى أحسن حال وأهدي قلوبنا إلى حسن المآل واجعلنا من الذين نصرتهم على نفوسهم حتى عرفوا ذاتك وعرفوا كرمك ورحمتك وتقربوا إليك اللهم إن الناس يستهينون بذنوبهم التي ارتكبوها ولكن أشعر بأني أحمد فوق ظهري عملا ثقيلة فأسألك اللهم أن تخفف عني يا رب العالمين أن تشرح صدري وترفع عني غضبك ومختك وأن تجعلني من الذين استجابوا إليك وأنابوا اختم الصالحات عملي وعمال المسلمين أجمعين واجعلنا يا رب من عبادك الصالحين اللهم إننا نلوذ بك ونقف ببابك ونستجديك من فضلك وأنت الذي تستمع إلى الأصوات بشتى اللغات من جهات مختلفات كلهم يسألك فضلا لا يشغلك واحد عن واحد لأنك وسعت كل شيء وأنت على كل شيء قدير يا رحمن يا كريم يا عزيز يا عظيم بلغنا مقاصدنا ومرامينا واجعلنا من عبادك المقبولين في هذه الليلة يا دليل الحائرين ذلنا يا عزيز الرحم ذلنا يا ولي من لا ولي له كن لنا كلنا إن لم ترحمنا فمن لنا من للفقراء غير ربهم ومن للمساكين غير خالقهم ومن للعصات غير راحيمهم اللهم أن نقف بين أيديك مكللين بخجل عظيم لأن نقف بين أيديك ونحن مقصرون أسألك اللهم يا رحمن يا رحيم أن تجعل هذه الليلة ليلة المغفرة وأن تجعلها ليلة القرب منك وأن تجعلنا ليلة العتق من النار وأن تبلغنا مقاصدنا أجمعين وأن ترحم هذه الأمة وتجمع شملها وترفع رايتها وتعزها وتقويها وترفع مقامها في العالمين يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين